السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بن تابي بكر مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة وإلى هذه اللحظة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح كان مبتعدا عن أي شيء عن منهج الاجتهاد إنه منهج السقيفة هذا المنهج الذي جاءتنا به السقيفة حتى هذا المصطلح إذا أردنا أن نعود إلى أصل هذا المصطلح فإنه خرج من السقيفة من سقيفة بن ساعدة عودوا إلى مصادر الحديث عند مخالفي أهل البيت فإنكم ستجدون هذا المصطلح في أصله خرج من السقيفة أما الأول فلابد أن نوضح أن تعريف الاجتهاد عندنا يختلف عن تعريف الاجتهاد عند مخالفين بعبارة أخرى هناك اشتراك لفظي لا اشتراك معنوي الاجتهاد الاجتهاد عند المخالفين يقصد به العمل بالظنون والطرق الظنية لبناء الحكم الشرعي كالقياس مثلا القياس المحرم الباطل كالعمل بالقياس بالاستحسان بالمصالح المرسلة بالرأي عموما هذا الذي سبق وشرحنا شيئا وافيا منه في سلسلة محاضراتنا بعنوان أهل السنة أم أهل الخدعة والتي تشيع بسببها بحمد الله واهتدى أربع وثمانين شخص تقريبا صحيح أربع وثمانين أهل السنة أم أهل الخدعة أربع وثمانين شخص بس من هذه السلسلة بحمد الله كانت قبل ربما عام أو تقريبا فهناك شرحنا الفارق بين الفقه الشيعي بين القياس الصحيح القياس المنطقي القياس منصوص العلة الذي هو أصلا عمل بالدليل وبين القياس الظني الذي عليه أبو حنيفة وأضرابه مصالح المرسلة الاستحسان الذي هو من فقه مالك ابن أنس هذا الفقه الشيطاني هذا مجموعه هذا القياس الاستحسان المصالح المرسلة الرأي ونحو ذلك هذا مجموعه يسمى الاجتهاد عند المخالفين نحن مفهومنا للاجتهاد يختلف الاجتهاد عندنا هو بذل الوسع والطاقة لاستحصال الحكم الشرعي من أدلته الكلية والتفصيلية فإذا هناك اشتراك لفظي ولا يوجد اشتراك معنوي أحيانا يقع الوهم عند من يتصفح كتب الفقهاء والأعلام فيظن أنهم لما يستعملون مثل هذا الاصطلاح يقصدون يقصدون معنا معينا مرتكزا هو الذي عندنا والحال أنهم يمكن أن يكونوا في سياق الرد على أهل الخلاف فيستعملون الاصطلاح بمعناه الذي هو مركوز عنده أهل الخلاف السيد المرتضى رحمه الله في الذريعة كان في هذا المقام في هذا السياق لما ذكر أن الاجتهاد مرفوض وباطل عندنا يقصد منه ما عطفه على قبله وهو الاجتهاد العامي الاجتهاد البكري الاجتهاد المخالف للاجتهاد الشيعي الاجتهاد بمعنى العمل بالظنون القياس الاستحسان وما شاكل يوضح هذا ما جاء في نفس كتابه كتاب الذريعة في المجلد الثاني الصفحة ستمائة واثنتين وسبعين حيث عرف الاجتهاد بماذا بأنه عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير النصوص والأدلة أو إثبات الأحكام الشرعية بما طريقه الأمارات والظنون هذا الاجتهاد مرفوض عندنا ظنون عدم عمل بالنص بغير الطرق الشرعية ممكن أن يكون الظن معتبرا مثلا حدد الشارع أنه هذا الظن في مثل هذا المورد معتبر فهذا ليس عملا بالظن هذا في حقيقتي عمل بالنص لأن النص يقول هذا الظن معتبر أما إطلاقا نعمم العمل بالظن في كل الموارد فهذا هو المرفوض عندنا فإذن السيد المرتضى إنما كان في سياق إبطال الاجتهاد بمعناه الذي هو لدى أهل الخلاف لا إبطال الاجتهاد بمعناه الذي هو لدى